اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانسان كله من ضمن الحاجات الجميلة في الانسان هو انه لا يستهين بضعفه يعني الانسان مهما كان بسيط ازاي ربنا يقدر يستخدم الضعف ده في احنا النهاردة عندنا عنوان جميل اسمه الضعفاء ينقذون الاقوياء مين الانهاردة صورة الضعف والانقاذة الراجل قوي كبير جبار بأس هي الفتاة الجارية العبدة الاسيرة من بني اسرائيل اللي كانت فيه عند ملك عند رئيس جيش ارام نعمان السورياني وكانت قاعدة بتخدم في البيت بتاعه وبعدين لما شافت ان النعمان السورياني ابرص فقالت لسيدتها او زوجة نعمان السورياني كلمة جميلة اوي قالت لها ايه قالت لها يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامرة فكان يشفيه من برسه فدخل واخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من ارض اسرائيل واحدة جاربنت صغيرة جارية عبدة اسيرة في بلد غريبة ريحة بتخدم في بيت كبير اوي شافت يعني صاحب البيت رئيس الجيش ده عنده مرض ورحت قالت لستائت لها يا ريتو كان عندنا في السامرة كان فيه نبي طبعا تقصد اليش عن نبي هو كان يشفيه من برسه وفعلا لما عرفه كده راح اليش عن رئيس جيش ارام راح فعلا عند السامرة وراح قابل اليش عن قصة طبعا طويلة شوية بس في الاخر نال الشفاء نال الشفاء عن طريق ليش عن نبي بس عن طريق مين البنت الصغيرة الجارية كانت ممكن تقول البنت دي انا مين انا عشان اتكلم ولو قلت كلمة ممكن ينتهروني وممكن يضيقوني وممكن يتريقوا علي ما احنا عندنا قليها كتير فيه يعني فيه ارام وكده ولكن هي ما كسفتش من صغر سنها ولا حالتها ولا وضعها في بيت زي كده واتكلمت بفرح بافتخار بالامام بتاعنا يا ليتا سيدي كان عند النبي في السلام يا ريتو كان احنا عندنا ايمان كبير قوي افتخرت بالامان بتاعها افتخرت بيه يعني اله اسرائيل اللي هو يقدر يشفي وفي نفس الوقت ما انبهرتش بالعبادات الوثنية اللي موجودة عند الناس دي اللي هما نفسهم كانوا معتبارها حاجة كبيرة قوي لكن البنت الصغيرة دي بتعلمنا انه زي ما قال الكتاب ليقول الضعيف بطل انا الضعف اللي فينا ممكن ربنا يستخدمه والبنت الاسيرة انقذت الحر والبنت الضعيفة انقذت القوي والبنت الجارية انقذت السيد وده كله نتيجة ايمانها الحلو الايمان الحلو ده خل الجارية ربنا يستخدمها لشفاء نعمان رئيس جيش ارام ده بيعلمنا كلنا ازاي احنا نفتخر بنعمة ربنا بقوة ربنا احنا عايشين في عالم بيمجد القوة والعظمة والسلطة ولكن اولاد الله مهما كانت حالتهم بسيطة من الخارج مهما كان ضعفهم هم يقدروا يقدموا حياة للعالم يقدموا فرح للعالم يقدموا سلام للعالم للوقت ان العالم اللي شايف نفسه كبير ده ممكن يتعلم من اولاد الله البسطاء الاطفال اللي قال عنهم المسيح للمجد ان لم ترجعوا وتصيرهم مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات الاطفال هنا معنوها بساطة الايمان بساطة الحياة الفرح الجميل الايمان الحلو النقي في اولاد ربنا ممكن يكرز للعالم اللي شاكله من برا فيه العظمة والسلطة لكن هو من جوه فارغ هو من جوه مفوش اي حاجة فاحنا نتعلم النهاردة من البنت دي انه ازاي الانسان ما يستهنش بضعفه ما يستهنش بسنه ما يستهنش بوضعه حتى لو كان وضعه بسيط جدا لو واحدة بتشتغل في مكان بتنظف المكان في وسط مدرين وقادة وناس او في جامعة في وسط اسادة جامعة لكن مقرب بنا يستخدمها انها تغير حياة ناس كتير حواليها مقرب بنا يستخدمها انها تكون بشارة فرح لناس كتير حواليها نتعلم البنت دي ازاي الايمان الحلو خلى الانسان البسيطة انقاذة الرجل الكبير والجارية انقاذة الحر والضعيفة انقاذة القوي لإلهنا كل مجد وكرامة لابد امين افضل افضل يرجقا اذا شرف ارو افضل افي افي افضل جهو